سلام عليكم معكم الياس وراح اشرح لكم اول درس في التخصصات الصحية وهو properties of life. Biologists have identified various traits common to our living organism. although non-living things may show some of these characteristics traits, only living things show all of them. اول فكر راح تخطر في بالك وش الفرق بيننا وبين المخلوقات الغير حية. وش الخصاص الموجودة في المخلوقات الحية لتخليها حية. تخيل عندي جسم غريب شفته في الشارع. كيف تقدر تعرف ان هذا جسم حي او غير حي. اولا المخلوقات الحية والغير حية لها نفس التركيب الكيميائي. ولكن الفرق ان التركيب الكيميائي للمخلوقات الحية تفرق لانها معقدة ومرتبة بشكل غير. وتركيب هذه المواد الكيميائية اوجدت لنا مركبات تسمها مركبات الحية او molecules of life. وهنا كيف نفرق بين مخلوق الحي في التركيب والمخلوق الغير حي. ومركبات الحية نبدأ منها هي nucleic acid, protein, lipid وcarbohydrate. الorganization او الخاصية نتميز فيها المخلوقات الحية عن المخلوقات الغير حية. living organisms are highly organized structures. يعني complex. they are either in the form of single-sealed organism or many-sealed organism. المقصود في تكوين مخلوقات الحية يأن عندنا مخلوقات حية خلية او مخلوقات حية داخلها عدة خلايا. ففي عندنا مخلوقات حية بس خلية واحدة مثل بكتيريا يسمونها uni معنى تواحد. cellular هي صفة خلية. وعندنا مخلوقات معقدة مثل الإنسان عندها عدة خلايا داخل جسمها تؤدي وظائف معينة ويسمونها multi-cellular. فهنا الفكرة في uni-cellular ومولتي-cellular وش الفرق بينهم لأن اليوني-cellular تؤدي أغلب وظائفها بنفسها. مثال عندنا في الإنسان نقدر نتنفس نقدر نهضم نقدر ناكل ونفرز الإنزيمات عشان تهضم لنا الأكل. بس في المخلوقات الوحيدة خلية هي بس خلية واحدة. فتؤدي كل وظائفنا في خلية واحدة. مثال بكتيريا تقدر تطلع الفلالات وتتنفس وتاكل وتشرب وتسوي أي وظيفة تبيها بوحدها. فما هي الخلية؟ الخلية هي أصغر وحدة التي تبرز خصائص الحياة فيها. لذلك هي هي أصغر وحدة أصغر وحدة أغلبها. الموتى سيلة لديهم مختلفة ومختلفة التي يمكن أن تقوم بعمل مختلفة مثل إكسري توكسيك ماتيريال، إيت، سترور و إكسشانج غاس. مثال الجسم الإنسان في خلايا موجودة في الجهاز التنفسي في الرأة التي تبادل الغازات من خارج الجسم وداخل الجسم. وعندنا خلايا موجودة في الجهاز الحظمي التي تمتصل الغذاء وتفرز الإنزيمات. أما الخلية يونيسيلر فتؤدي كل هذه الوظائف بنفسها فهي تمتصل الغذاء وتفرز الفضلات بنفسها بدون أي مساعدة من خلية ثانية. ذلك يونيسيلر organism however do all the necessary function by itself without any help from other cells and it does not need other cells to yield its functions. Living organism can sense and respond to stimuli or changes in their environment. القصد ان مخلوقات الحياة تستشعر البيئة الخارجية والبيئة الداخلية. مثال لو لمس شيء حار يدك رح تبتعد عن هذا الشيء الحار لا إراديا عشان ما تضر جلدك. الشيء الحار هذا يسمونه مثير او stimuli. المثيرات هي اي شيء يثير ردة فعل في المخلوق الحي كان ارتفاع في السكر كان في ضغط الدم كان ارتفاع في الحرارة كان في نقص الغذاء في اي شيء يثير ردة فعل في الانسان كانت ردة فعل تظهر خارجيا او ردة فعل داخليا examples people pull their hand away fast from a flame 2 plants turn toward the sun 3 unicellular organism may migrate toward a source of nutrition or away from an anxious chemical. humans respond by secreting insulin which is a hormone that lowers blood glucose level after we consume so much glucose in our food. finally humans respond to change in their temperature by sweating which lowers the inner higher temperature. رح تلاحظون ان الكلام الاحمر هو stimuli. flame sun nutrition or noxious chemical or high temperature or high glucose level in blood. هذا الاشياء تحدث داخل جسمنا. مثال لو كان عندك مثير وهو stimuli. stimuli هذا المثير رح يروح الى شيء اسمه receptor. الريسبتر هذا عبارة عن مستقبل. مصمم خصيصا حق استيميلاي. لذلك استيميلاي رح يركب بالضبط على الريسبتر. بالتالي الريسبتر رح ينقل سيال عصبي الى المخ. وهذا يسمونه sensation او الشعور. بعد sensation رح يجلك respond وهو ردة الفعل. المخ رح يرسل بعض سيال عصبي الى العضلات عشان توخر يدك من اشيء الحار. بشكل مختصر جسم الانسان رح يحس بستيميلاي او محفزات من خارج الجسم عن طريق الشعور بها. وبذلك تأتي ردة فعل من هذه المثيرات. مثال بسيط عندنا في هذه الرسمة قد تبدو معاقدة ولكن الغاية بسيطة. مثال لو في ارتفاع في السكة في الجسم بسبب ان واحد يأكل حالويات واجد. رح يتم افراز الانسلين كردة فعل لارتفاع الجلوكوز. فالجلوكوز هنا هو السكة اللي راح يساوي respond لاطلاق الانسلين. فالستيميلاي هي خاصية الاستقبال السكة والتعرف عليها. مثال على هيت لايت كيميكال. رسبتر هذا راح يساوي لك ديتكشن حق السكة اللي أي كشف للستيميلاي. السكة هي خاصية لاستقبال السكة والتعرف عليها. فالسنسيشن هي مجموع الاستيميلاي والرسبتر. الريسبونس وهي ردة الفعل هي الرياكشن حق الاستيميلاي. الخاصية الثالثة هوميوستيسس and adaptation. الهوميستيسس بشكل مختصر هي الالتزان الداخلي في جسم الانسان. في حال الاتفاع السكر داخل دمك راح يتم افراز الانسلين عشان يقال للسكر في الدم. وفي حال ان انخفاض السكر في الجسم فيتم افراز كلوكوز عشان يرفع السكر في الدم. في كتل حالتين راح تشوف ان الجسم راح يوزن التفاع السكر وانخفاضه بحيث ما يرتفع ولا ينخفض كثير. وأيضا في حالات كثيرة مثل التفاع الحرارة في جسمك فالجسم راح يفرز العرق عشان يخفض درجة حرارة الجسم. وأيضا في التفاع البي اتش او الحموضية في الدم الجسم راح يعادل الحموضية في الدم عن طريق انتاج البفرز. في كتل حالات الجسم راح يوازن جسمك وهذا ما يسمى به homeostasis وهي قدرة المخلوق الحي للحفاظ على اتزان داخلي ثابت برغم من التغير في البيئة الخارجية. الخاصية الثانية هي adaptation وهي قدرة مخلوق الحي على التطور والتغير ليبقى حياً. بشكل مختلف بشكل مختصر هي قدرة مخلوق الحي للتغير لكي لا يموت. ففي الحال الأولى تخيل انه عندنا طير دائماً يهجم على الفيرون اللي لونها واضح. فالفيرون بعد سنين وسنين راح يموتون أغلبهم وفقط سيبقى الفار اللي لونه نفس لون الأرض. وهذا التغير ابقى على هذا الفار بالحياة لمدة طويلة. فهذا مفهوم natural selection وهو التغير في مخلوق الحي لينجو. خاصية بعدها هي development growth and reproduction. الفرق بين growth and development هو أن growth يحتم بزيادة في العدد أو زيادة في حجم الجسم. Increasing body size by increasing the number of cells or non-sealier material like minerals and bone. وهي زيادة في حجم الجسم مثل عندنا الشخص هذا مو معظل وعندنا شخص معظل. فزاد حجم الجسم عن طريق زيادة عدد الخلايا أو زيادة عدد المواد الغير خلوية. مثال زيادة الكاسيوم في العظم وهو المكون الأساسي للعظم. والكاسيوم عبارة عن مادة غير خلوية. development هي تغير changes. all changes the body goes through in life. مثال عليها differentiation أو التخصص. فعندنا خلايا اسمها الخلايا الجذعية وهي خلايا غير متخصصة أي ما لها وظيفة محددة في الجسم. وتسمى بستمسل. الخلايا الجذعية في حياتها سوف تتخصص في النهاية إلى خلايا ذات وظائف معينة. مثال استمسل راح تتحول إلى خلايا عصبية أو خلايا عضلية في نمو الإنسان. القسم الثالث وهو reproduction أي التكاثر. والمقصود فيها التكاثر الجنسي أو غير الجنسي. فالهدف النهائي للتكاثر هو إنتاج أفراد جدد. فالتكاثر في المخلوقات الوحيدة الخلايا مختلفة جداً عن مخلوقات العديدة الخلايا. فالوحيدة الخلايا هي خلية واحدة. بالتالي الطريقة الوحيدة للتكاثر هي لأن قسمة الخلية إلى خليتين وبس. أو multicellular organisms عندها طرق متخصصة للإنتاج. عندها specialized cells أو خلايا متخصصة تسمى بالقميت أو الأمشاج. خليج جنسية للتكاثر الأب تسمى بسبرم سل أو الحيوان المنوي. خليج جنسية للأم تسمى بالإغ أو أوظم سل. إذلك تندمجان اسبرم والأوفم سل عشان ينتجون new individual. آخر خاصية وهي الميتابوليزم أو العمليات الأيضية. العمليات الأيضية في داخل الجسم بشكل مختصر هي عمليات تتحول مواد إلى مواد أخرى. إذلك العمليات الأيضية هي أي عمليات كمية تحدث في الجسم تضيف أو أنها تشيل طاقة عشان ينتج عندنا مكاون جديد بشكل مختصر. ذلك الميتابوليزم هي والعمليات الأيضية أو الميتابوليزم عندها طريقين. الطريق الأول وهو الهد والطريق الثاني وهو البناء. أول طريق هو الأنابوليزم عشان تفهمها فكر في العمال يبنون البيت. العمال عشان يبنون البيت يحتاجون طابوق يحطونه وراء بعض عشان يبنون بيت. فالبيت ما راح ينبني بدون طابوق فنحتاج طابوق عشان نبني البيت. نبني البيت من طابوق صغير إلى بيت كبير. وشي مهم العمال يحتاجون طاقة. العمال يحتاجون أكل يحتاجون طاقة يحتاجون راحة وهكذا. إذلك لازم نعطي طاقة عشان نبني. البناء يحتاج عمل شاق إذلك لازم نضيف طاقة إليه. إذلك البناء هو from small molecules to larger one. يعني من مركبات صغيرة إلى مركبات كبيرة وبوضع الطاقة في العملية. مثال عندنا photosynthesis. photo معناته ضوئي. synthesis معناته بناء. وهو البناء الضوئي. البناء الضوئي للنباتات تحتاج ثانيكسيدي كربون وماء وهي مركبات صغيرة. وباستخدام sun energy وهي طاقة الشمس ينتج عندنا مركب كبير واسمه glucose. وعكس هذه العملية هي عملية الهدم في كل خطوة من خطوات. فعملية الهدم راح تنتج معنا طاقة. عملية الهدم لا تحتاج إلى طاقة ولكن سوف تنتج منها طاقة. أحب دائماً أمثل بالcatabolism بأول كلمة فيها. cat. cat هي قطوة دائماً تحب تخرب أي شيء تسويه. ذلك catabolism أو cat هي قطوة دائماً تحب تهدم. ذلك catabolism هي هدم أو breaking down. ودائماً أمثل عملية الهدم بالبسكويت. لمن تكسر بسكويت راح يطلع من فتات. وفتات هذا عبارة عن طاقة. ذلك cat قطوة بسكويت فتات طاقة. ذلك عملية الهدم دائماً تنتج معها طاقة. ليش أنك تكسر روابط بينها. مثال وهو cellular respiration. عند إضافة الأكسوجين مع الجلوكوزة حين تجرنا طاقة ماء وثانيكسير الكربون. وهي عملية إنتاج الطاقة في جسم الإنسان. ولكنها ليست العملية الوحيدة لإنتاج الطاقة. وبكذا نكون خلصنا ال properties of life أو ال death في التخصصات الصحية. وشكرا لكم.